اشتراك في القناة والاختطاف الاخفاء والتعذيب قائمة طويلة من الانتهاكات والممارسات ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق السكان والمدنيين عندما ارادت ترقمة مشروعها الانقلابي في مدينة تعز بشكل خاص والجمهورية اليمنية بشكل عام اشتركوا في القناة خلال الفترة ما بين انقلاب ميليشيا الحوثي في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 والاشتياح المسلح لمدينة تعز في الحادي والعشرين من مارس عام 2015 عاشت المدينة تفاصيل حدثين بارزين ومهمين في نفس الوقت الاول ظاهر للعيان المتمثل باستمرار المد الثوري والتنديد بالانقلاب المشؤوم واجتياح المدن فيما الآخر كان خفيا لعبت فيه قيادات القطاع الامني المتمثل بقوات الامن الخاص والعسكري المتمثل بالحرس الجمهوري وكذا القطاع المدني المتمثل بمؤسسات الدولة العميقة لعبت دورا بارزا في تهيئة الاجواء لقدوم ميليشيا الانقلاب ابتداء من كسب الولاءات والتحشيد ومن ثم التجنيد والتسليح باسم الدولة حينها صار الحدثان متوازيان الى ان تغلبت لغة القوة على منطق السلمية ذهبت الى استخدام السلاح والمراهنة على القوة السلاح وفرض نفسها بالقهر والدم والحرب ولهذا هي ظهرت نفسها كميليشيا وعصابة جرامية لم يعرف لها التاريخ مثيلا وكان بطاهم الحراس القموري بقيادة المخلوع علي عبدالله صالح وحصل انه كان قد له سنين ثلاثين سنة مش بسيط يسهل لهم الدخول ويسهل لهم هو بسبب انه يحاول انه يعني يدخل في عقل الناس انه لا يدخل يعني يصفي ناس معينين من فئة معينة ويرقع بس لمهم خاصة وكان بينهم يعني اتفاق هذا يعني قضوا على الكل هم كانوا في الحراس القموري والقوات الخاصة وكانت تعز في ذلك الوقت غير محاصرة ويمكنهم يدخلوا للخروج فكانوا يدخلوا طبيعية طبيعي بشكل طبيعي وكانهم متواجدين في داخل مدينتنا كان داخل محافظة تعز ما يقوم من 13 إلى 14 لواء هم كلهم اقتلبوا او معظمهم تحولوا إلى متحوثين مع الميليشيات وانقلبوا وخانوا القسم العسكري وخانوا بلادهم وخانوا وطنهم وخانوا مدينة تعز وانقلبوا كلهم مع الحوثة خلعوا الميلي ولبسوا الجنة وانقلبوا مع الحوثة بعد اصبح المسألة حتى قيش عائلي أو حتى مثلا حرس قمهوري مش عارف ايش وهذه الكلام اصبحت المسألة انتقلت إلى ما هو أسوأ يعني قوة انقلابية يعني انقلبت على مسار توافق وطني وتحولت إلى حصابة تمارس القتل اليومي وتشن حرب شعواء على الناس اشعلت حالة الرفض الشعبي تلك لدى الميليشيا هاجس الخوف مما دفعها إلى تبني سياسة قمعية أوسع من خلال التركيز على الأحياء والمناطق الأكثر تأثيرا في ذلك المد فكان حي الجمهوري أحد الأحياء الذي وضعت عليه أكثر من علامة استفهام فهو الحي الرئيس المتحكم في قلب المدينة وحلقة الوصل بين شرقها وشمالها وغربها إضافة إلى كونه بوابة العبور إلى جبل صبر من الناحية الجنوبية واحتضانه للعديد من المؤسسات الخدمية والحيوية وتفرده بتركيبة سكانية متداخلة حي قديم ولو تاريخ عريق من قبل معروف وخرجت منه ناس ونماذج كبيرة كم بينهم بيت الأخ الرئيس السابق الإرياني يعني مقاور لنا معروف يعني وغيرها من الشخصيات البارزة والتاريخية التي قادت اليمن ومن أقدم الأحياء ويعني به كثير من المؤسسات والمدارس والشخصيات المؤثرة والإيجابية معظم دوائر الحكومية ومعظم كانت موجودة هنا من قبل حتى السفارات وغيرها من المراكز يعني كان قلب المدينة حتى بعض السفارة الأمريكية موجودة هنا تحت وغيرها من السفارات هذا الذي يعرفه عن السابق طبعا القدود ما يعرفه هذا الكلام المنطقة الشرقية هي أساسا من قبل الحرب حتى من قبل حتى الثورة كانت تمثل تقمع عسكري تقريبا كثير من الألوية العسكرية التابعة لقوات النظام المخلوع كانت تتمرقز بهذه المنطقة هذه المميزات المجتمعة دفعت ميليشيا صالح والحوثي برمي ثقلها إلى محيط الحي تواكب ذلك مع تبادر أخبار لمسامعها عن اتساع حدة الرفض التام لتواجدها في الحي ومحيطه عندها اتجهت نحو خيار آخر استغلت فيه وفرة تواجد البنايات الكبيرة الخاصة بأصحاب رؤوس الأموال والقيادات السياسية وذهبت لإجلاء سكانها بالقوة لتحولها إلى ثكونات عسكرية ومواقع للتمترس وتخزين الأسلحة والتحشيد للأفراد الميليشيات اعتقدوا أن مسألة دخول مدينة تعز مسألة وقت حتى صرح بعضهم أنه ممكن نعطي ندخل تعز بشرطة نسائية كما قيل وأنه بسيط المسألة مسألة وقت وأنه يظهر من الله شباب مراهقين يعني يوم يومين ممكنهم يقزعوهم ويدخل المدينة بسلام على طول الحوثي أتسلل من الخلف ومن خلف مدرسة أروا أتفاجعنا لو قد دخل بيت المعلم بيت عبد الرحمن وبيت عبد الرحمن أحمد هائل بيت عبد الرحمن هائل وبيت سابحه وبيت منصر القاشري أتفاجعنا والرصاص تنهمل علينا ونحن في الزفلت فذاك اليوم رحمة الله عليهم استشهد علينا خمسة وتيرة الأحداث أخذت منحا للتصعيد العسكري من قبل الميليشيا بدأتها بعملية تسللات ومداهمات انتهكت فيها حرمة المساكن وترويع الآمنين من النساء والأطفال وأجبرتهم حينها تحت تهديد السلاح إلى مغادرة المكان فيما ذهبت باتجاه آخر بمساعدة من عناصرها التي زرعتها مسبقا في الحي إلى شن حملات اعتقالات بحق الأبرياء الذين لم تساعدهم الظروف على النزوح من الحي والأكبر من ذلك فرضت طوق حصار مميت قيدت من خلاله الحريات ومنعت الماء والغذاء والدواء انتهك الحرمات بيت الناس دخلوا بيت الناس كامل دخلوا البيوت بين النساء بين الأطفال طردوا الناس من داخل بيتهم أنتاكوا يقنص الأطفال يقنص النساء انتهك أنه يمنع منك الشرب الماء الشرب الماء يمنعه منك يعني ايش باقي بعدين انتهك أنك لا تقيت شربت ماء كانوا يدخل البيوت بدون استئذان البحث عن فلان داعشي البحث عن فلان إرهابي مسمياتهم أتوبها هم لا يوجد لا دواعش ولا يوجد إرهابيين بنا تعز هم من قاومه في مدينة تعز وهذه المسميات جاء بها حفاش وأنصارة والحوثي لا يوجد بيننا لا دواعش ولا قاعدة ولا غير ذلك في المسميات حياة شقعة بشغف بتعب بألم كن ترى الناس وأنت تتألم وهم مئات النساء والأطفال على باب الوايت الماء يسأب دي باب الماء تحاول أن تحكم الناس بالصميل ما لكش كرامة ما لكش إزة ما لكش أي اعتبار شحكمك وأنا سيدك صميل رغم هذا يقول له خلاص ناس ألفوا الدماء ده ماذا عندهم شيء بسيط ما لكش أي خيمة عندهم بيقاتل لعب قناصو ميليشيا الإنقلاب المتمركزون في قلعة القاهرة غرب الحي ومقر المؤتمر الشعبي شمالا وحي العرضي والجحملية وحارة قريش شرقا لعبوا دورا بارزا في إطالة أمد البقاء لعناصر الميليشيا في محيط حي الجمهوري لفترة تجاوزت الستة أشهر تشير الروايات بأن هذا الحي أكثر الأحياء على مستوى المحافظة تعرضا لعمليات القنص المنظمة التي خطفت أرواح عشرات المدنيين الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال في منازلهم وعلى قارعة الطريق كان على قالص يأتي من بيت عبد الرحمن ومن بيت السابحة ومن بيت عبد الرحمن علي وثمان ونحن كنا نصرنا بالزفرة فكان يتم القنص ومن بيت القن قناص معه ناظور يرى امرأة امرأة يقنص امرأة ليش يقنص طفل ليش ليش يقنص ليش ينتهك حرومات البيوت ايش اللي دخلوا مدينة ايش اللي قابوا هذا كان اكبر انتهاك اكبر اقرام انه يقتل امرأة يقتل طفل يقتل شيخ كبير لا يحمل سلاح لو قتل مسلح يقول قدو مقاتل بمقاتل لكنه يقتل طفل يقتل امرأة هذا كان اكبر اقرام في اكثر بيوت مدينة تازي يوجد هذا الالم اما الم الشهيد وانين الفراق الشهيد او الم وانين قريح في البيت اما معاق او احد عضاه مزالة او اصابة داخلية او شضائلة اليوم لم تنتزع من جسده وهكذا في كل بيت لا تستثني الا منذر من البيوت او دمار في بيته وهكذا يوم بعد اخر وممارسات ميليشيا صالح والحوثي تزداد بحق من تبقى من سكان حي الجمهوري هذا الامر دفع بالكثيرين من ابنائه وابناء مدينة تعز نحو وضع حد لتلك الممارسات العبثية التي وصلت الى حد امتهان كرامة الانسان بل وقتله بدم بارد حينها اخذت الاحداث تأخذ مسارا اخر وتحول الحي الى ساحة مواجهات حقيقية اثخنت الميليشيا فيها باستخدام القوة المفرطة لكن وكما يقال ان ارادة الشعوب لا تقهر اجبرت الميليشيا على الاستسلام والانهزام امام تلك الارادة التي كانت تكلفتها باهظة جدا حاصلوا مدينة تعز باكمله يعني ما كان احد يستطيع ان يدخل او ان يخرج من مدينة تعز هذا اللي طررنا نحن فوق الحصار عن ابناء مدينة تعز عن ابناءنا عن اهالينا عن اسرنا يعني ما كان لو تشوف كيف لو تسمع او قصة سمعت قصص عن معبر الدحي كيف كان يمتهنوا كرامة الناس كيف كان يقلب من معه كيس طماط ومن معه دب غازي فكل دب الغازي الى الهواء اذلوا الناس حاصلوا الناس حتى عند دخول الغاز عند دخول المشتقات النفطية عند دخول حتى البطاط والطماط اساسيات الحياة حتى الماء شرب الماء قطعوها علينا حاولوا اقتحام بيتي اكثر مرة بيتي السابق وقاموا بحاول تفجيله اثن مرة لولا ان الجيراء تدخلوا ومنعوهم وقالوا لهم هذا مستأقر وليس مالك والتهموني بتهم باطلة ليس لي بها اي علاقة وانا مواطن لم احمل السلاح بعد ما دخلت بالمقاومة الا بعد ما السقوا علي التهم خرجنا ندافع عن قيدتنا عن شرعيتنا عن ديننا عن كرامتنا حريتنا عن مدينتنا كان من الطبيعي ان الناس يعني في تعز وفي المحافظات القنوبية وفي المحافظات الوسطى وفي بعض المحافظات الشمالية ايضا انه يواجهوا هذا الانقلاب يعني بكل الوسائل المتاحة قصص متداخلة وسلسلة حكايات من الدمار والخراب والعبث والسلب والنهب لا زالت شواهدها حية في كل بيت ومؤسسة في حي الجمهوري كل هذا نتاج لمرحلتين الاولى عند تحويله الى ساحة مواجهات وموقع معركة اثناء مرورها الفعلي والثانية وهي انكى من سابقتها اذ اقدمت فيها على شن عملية قصف عشوائية طالت كل شبر منه مستخدمة انواع الاسلحة رغم ادراكها ومعرفتها السابقة ان الاهداف التي قصفت ليست مواقع عسكرية بل مواقع حيوية ومدنية خالصة قصف شديد بكل ما اوتوا من قوة ونسوا انهم عاشوا في هذه المناطق بين اهلها وهم يعلموا ان كانت البيوت مأهولة بالسكان ويعلموا ان ليس فيها مقاومة ولكن انتقاما وهذا ديداهم في كل مكان ما ان ينسحبوا من مكان عفوا لا ينسحبوا ما ان يهزموا من مكان ويدحروا الا يقوموا بقصفه باعة الاسلحة حجم القصف وحجم القتل والدمار اللي يلحقوه يعني ما ترى طفلك ويسمع ازيز الرصاص ولعلعة القنابل والدوي الانفجارات ترى طفلك لا يستطيع ينام ويخاف والنساء والمرعوبين يعني كان اكبر اقرام بحق الانسانية من القبل الحوذي تدمرت البيوت تدمرت المنشآت الحكومية تدمرت كل شيء بفعل القصف العنيف من القبل الميليشيات بالمدفعيه الثقيله بالحوزرات بالهونات بالمدفعيه البيت اللي تكنت اسسكونها ما لا يقل عن عشرا هو اونات على سطح البيت اللي كنت اسكونهา البيت ما لا يقل عن عشرا هو اونات في سطح البيت ماذا يريدون من هذا البيت لا اعلم لا يوجد بوجوارنا للا مقامة ولا كلنا سكان مواطنين أنا قتل ابني في هذه الحرب قتل أمام عيني وهو كان أنا أكل يعني أنا أكل جمعة قدام يعني خواته وقدام أمه هذا كلم كان من شيء يوم مطر حصل مطر شديد وولدي كان يعني في زاوية سبحان الله عدنا كنت أصيح عليه في الصلاة يعني في العاصر قل له دخل دخل أنا حسيته أن ألقوا عنيف أنه ضرب هاونات أقع الضربة سبحان الله بمنطقة وقعت واخترقت الباب في زاوية سبحان الله وقعت له لا الرس مباشرة أنا عادا شدخل أصلي قدام أمه وخواته وقعت أمه تصيح ابني مات ابني مات أقفز أشوفه عرفتوا أن الولاد يعني ميت الآن أنا عاني من الحالات النفسية للأم حاولنا أنا أعالقها نفسيا وخواته في واحدة من البنات حقي اللي انتفخت كنت أرى الناس كثير من أبي الحي أمام بابور وايت ماء نساء وأطفال يعبوا بدباب الماء فإذا بقذيفة تسقط بينهم فيروح الضحية العشرات من النساء والأطفال فتدمع العين يعني ليس لهم قريمة أنها خرق إلا أن يعبي دباب ماء ليشرب ماء إمرأة طفل فكون يشوف أمامي الأطفال والنساء وهم مضرقين بدمائهم بلا ذنب ولا أي سبب يعني كانت هذه من أبشع المناظر التي رأيته هنا فقدنا بيوتنا فقدنا أولادنا فقدنا أزرنا فقدنا يعني من عز أصحابنا فقدت ابنت خالتي الصغيرة بسبب القناص في المطر القديم وفقدت كمان خالي في المسراخ وكانت خاصة حزينة وفقدنا أحباء كثير هذا هو واقع حي الجمهوري اليوم بعد ثلاثة أعوام ونصف من تحريره كل الزوايا فيه مدمرة ومحتويات المنازل متناثرة الحياة بكل تفاصيلها شبه معطلة وهاجس الخوف لا زال يراود الجميع خصوصا أن المشروع التدميري لميليشيا صالح الحوثي لا زال ساري المفعول عبر قذائف الموت المرسلة أو المقذوفات النارية المدفونة تحت الركام التي أفقدت البعض الأمل بالعودة حتى لا يفقدوا أكثر مما فقدوه سابقا من الأرواح والممتلكات ومقونات الحياة فعلا سنظر فترة من الزمان نعاني لأن هناك الأنبيوت مدمرة وتحتها مقذوفات لا أستطيع أحد الوصول إليه إلى الآن ما أن تأتي أهل البيوت أو يأتي من يرفع هذه الأنقاص هي جهة مقذوفات هناك مقذوفات مدفونة في الأرض سواء في المناطق المحررة الآن أو في المناطق التماس هي ستظل معاناة وللعلم هذه معاناة ليست بالصدفة هي معاناة مقصودة من الحوثي يتعمد أن يصنعها لأن في نظر الحوثي نحن ناس لا نستحق الحياة كل من خالف الحوثي في الرأي كل من يتبع الحوثي بمنهجه أو بسياسته العامة هو شخص لا يستحق الحياة في نظر الحوثي ومن ناصر الحوثي ومن لا يستحق الحياة فهو يستحق الموت بالنسبة للحوثي وهذا ما يصنع الحوثي الآن طبعا هم سلبوا دولة يعني أنت تقول لي سلب شقاء هذا سلب دولة سلب حريتنا أكبر سلب أنه يسلب حريتك يسلب كرامتك هذا أعظم شيء أن اليمنيين بأكملهم بكل أطيافهم بكل أنمعهم اتفقوا على رأي واحد على مخرجات الحوارة اتفقوا على دستور أجاند سلب كل هذه الأشياء سلب الشرعية لدرجة أني لا أقدر أوصف القرح الذي يعيشه أحاول أن أوصفه بالشعر أحاول أن أوصفه بالرسم ذلك لا أقدر بسبب أن القرح الذي تعيشه تعز كبير لا يوصف لا بالرسم لا بالشعر ولا الشيء كلما تقدمنا خطوة ونحن نمني النفس بأن نكون قاب قوسين من طي صفحة الدمار والألم لكن نتفاجأ بدرب طويل من الخطوات وبالطبع في كل خطوة انتركت الميليشيا لها بصمة حين مرت من هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة